شركة الطاقة في فينا تتخلى عن الغاز الروسي بدءا من عام 2025 وده اللي علنته شركة الطاقة في فينا انها تتوقف تماما عن شراء الغاز الروسي من عام 2025 شايف موضوع التخلي عن الغاز الروسي هل ده مش ممكن يكون من خلفيته هنكون هناك زيادة في الأسعار أو في زيادة في أسعار الطاقة مجددا لأنه كده يبقى عندنا تقليل في مصادر الطاقة وإن كانوا بيعتمدوا على الغاز الروسي هل ده هيلعب دور إيجابي أم دور سلبي على الحياة المعاشية القادمة في 2025 يعني بصراحة هذا خبر دقيق للغاية وجريء يعني ان شركة الطاقة في فينا تتخلى عن الغاز الروسي بدءا من عام 2025 طبعا الشركة أعلنت انها توقف عن شراءه من المصادر الروسية اعتبارا من 2025 ويشمل هذا التغيير تزويد العملاء الخاصين والتجارين بالإضافة إلى تشغيل محطات طاقة والتدفئة المركزية وذكرت الشركة ماذا؟ أنها ستتجنب تحميل العملاء أي تكاليف إضافية التي تجهدت لهذه الطاقة ستتجنب ولكن ليس بالضرورة يعني ممكن أن ينعكس هذا الشيء فعليا يعني على المواطن العادي ارتفاع ارتفاع آخر بتكاليف الطاقة ولكن يعني أكيد سوى نوع المصادر ولكن نوع المصادر ولكن هل هذه المصادر تكفي؟ هذا هو السؤال ممكن تكون التكلفة أعلى الذي يطرح نفسه واللي فعليا الواحد لازم فعليا يدرس يعني تدرس انه هل فعلا هذا الشيء من الممكن تحقيقه بالتالي يعني هذا الشيء صراحة من نفس الوقت هو قرار سياسي جريء للغاية انه فعليا تنتهي أو تتوقف في فيننا عن استخدام مصادر الغاز الروسية ولكن سيبقى الموضوع تحدي مدى تحقيقه ومدى فعليا التحكم بزيادة الأسعار المتوقعة نتيجة هذا التصرف شكرا